أهلاً أحبائنا مشاهدينا أستكمل حديثي عن شهادة المسيح لصلبه يعني ما أقصد في هذا الكلام أن يسوع من خلال كلامه من خلال نبواته من خلال الرموز اللي راح أتكلم عنها بعد قليل كلها إشارات أنه جاء لكي يموت وحاول مراراً وتكراراً أن يفهم هذا الموضوع حتى التلاميذ لم يستطيع أن يفهموا كلام يسوع وهو بعد على الأرض فمن أجل هذا بمناسبات عديدة وفي ظروف كثيرة اتكلم المسيح عن صلبه ومثل ما ذكرت استحال إنك تقرأ الإنجيل العهد الجديد بدون ما تمر في صفحات وصفحات وصفحات كثيرة اللي فيها الكلام عن صلب عن فداء عن موت عن خلاص الرب يسوع المسيح بعض الرموز اللي تكلم فيها يسوع فمثلاً اليهود دايماً بيحبوا يعني آية بدهم آية فالمسيح صدمهم في شيء قال انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام طبعاً لأنه تفكيرهم تفكير أرض قالوا له يعني مازال البناء لم يتم في أيام المسيح لم يستكمل المقصود مع أنه كان أجمل بناء في العالم هيكل اليهود فقالوا في ستة وأربعين سنة ففكرهم أنه يعني كيف ممكن أنه يهدم الهيكل وأنه يبنيه في ثلاثة أيام ولكن المسيح كان بيتكلم عن جسد نفسه ولاحظ أنه هذا الكلام استخدموه كتهمه ضد الرب يسوع المسيح وهو على الصليب يا ناقد الهيكل وبانيه تخيل مع أنه المسيح قصد أنقض هذا الهيكل يعني أقتل هذا الجسد وفي ثلاثة أيام سيقوم هذا الجسد ثم آية تانية يعني بسبب عدم إيمان اليهود وقال لا تعطى لهم آية إلا آية تي ينان رغم كل الآيات اللي عملها يسوع ورغم كل الأمور الخارقة والعجيبة اللي شفوها من يسوع ولكنه قال لا تعطى لهم آية إلا آية تي ينان شوي آية تي ينان بيتكلم عن قصة تي ينان أنه كما كان ينان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا أيضا ابن الإنسان فبيتكلم بشكل واضح عن موته وقيامته أيضا في اليوم الثالث ثم أحبائي في إنجيل يحنى الإصحاح الثالث يسوع بيستخدم رمز مهم جدا من العهد القديم وبسبب يعني بسبب خيانة الشعب وبسبب تمرد وتذمر الشعب في العهد القديم في سفر العدد الرب أرسل حياة محرقة سامة يعني وكانت تلدغ الناس وكانت تموت وبعدين طلبوا من موسى يعني يتوسل الله يتشفع حتى ينقذهم من هذه الورطة فالله طلب من موسى أنه يصنع آية أو راية من حية نحاسية ويقول الكتاب المقدس كل من نظر إلى هذه الحية يحية يعني كل شخص لدغته الحية وبإيمان نظر إلى الحية النحاسية كان يشفى بل كان يحية أيضا فالمسيح استخدم هذه الحادثة لنيقوديموس اللي كان فاهم رموز العهد القديم قال له في آية 14 من يحنى 3 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليهلك العالم بل ليخلص به العالم فإذن المسيح استخدم هذا الرمز المعروف في العهد القديم وبيتكلم عن نفسه أنه سيرتفع فوق خشبة الصليب والصليب هو كان رمز عار والصليب كانت وسيلة إعدام والصليب كان وسيلة قتل استخدمها الرمان بشكل متطور لكي يتألم المحكوم عليه أكبر عدد ممكن من الساعات ولكي يكون عبرة لمن اعتبره ولكن المسيح استخدم هذه الآية لكي يتكلم عن الشفاء وعن الخلاص أنه كل من نظر بالإيمان ليسوع المسيح ألم يقل النبي إشعياء التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر مكتوب في مزمور 34 نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل مكتوب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع انظر إلى رئيس الإيمان انظر إلى رئيس الخلاص انظر إلى رئيس الحياة التفت إليه وبالتفاته عندما تقول ارحمني خلصني لابد أن تنال الخلاص الكامل انطلبته بالإيمان فطبعا المسيح عم بيستخدم في إنجيل يوحنى تعابير اللي كانت مفهومة لليهوض حتى يوضح فكرة الصلبة والقيامة أيضا اشتركوا في القناة